السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? ورجعنا في فيديو جديد لكيكة الريد فيلفت. النهاردة هنعمل كيكة الريد فيلفت بطريقة حلوة جدا. طعمة الكريمة في مكان تاني خالص. الدي ايه الجاهز اللي بنشتريه من المحل المستلزمات الحلويات هنشتغل فيه النهاردة. هنعمله بطريقة حلوة جدا. تابع معايا الفيديو عشان شوف تفاصيله. اول حاجة هنا عندي نصف كيلو من دي ايه الجاهز. هو بيكون فيه الدرجة اللون الاحمر في السكر في كل حاجة. انا بس بضيف عليه زي ما مكتوب على العبوة خمس بضغط بحرارة المطبخ كوبية لربع من الزيت كوبية لربع من المية كمان معلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة كمان من الفانيليا عشان البيض. هنضربهم في العجانة على اعلى سرعة وهنجهز القلب بتاعنا. شايفين لون الكيك ما شاء الله في منتهى الجمال. الريد فيلفت ده بي نباع في مستلزمات الحلويات تقدري تروحي وتسألي عن خليط آآ كيك الريد فيلفت. بيكون فيه كل المواد الرفعة وكمان درجة اللون اللي احنا شايفين ها دي. آآ بس احنا بنضيف عليه زي ما مكتوب على العبوة. البيض والزيت والمية وبس كده. ده بعد ما ضربته انا جهزت القلب بتاع آآ مقاس اتنين وعشرين. ممكن تكبر القلب ممكن اربعة وعشرين. حسب ما انت عايزة ارتفاع الطبقات. انا هنا حطيت ورقة زبدة في القاعة وكمان في الجوانب علشان الخليط ما شاء الله كمان آآ عالي معي. انا هطلع معي تلت طبقات ارتفاعهم حلو جدا والطبقة الرابعة دي اللي انا بزين فيها الشكل النهائي. دخلته على الفرن درجة حرامية وتمانين بيقعد خمسة واربعين دقيقة لخمسين دقيقة. بعد ما بطلع طبعا لازم اختبره واسيبه يبرد تماما بنقطع معنا الكيك شايفين تراوط الكيكة رهيبة. عايز اقول لكم طعم الكيكة نفسها في مكان تاني. المنشار بتاعي على رقم اتنين. وقلت قبل كده ان المنشار بتاعي بيختلف عن آآ من مكان لمكان. آآ يعني فيه منشار مكتوب عليه من تمانية لتسعة حسب ما انتي آآ شرية المنشار بتاعك. بس ده اعلى درجتين من القاعدة نفسها. قطعت تلات طبقات والطبقة الاخيرة دي بقشرها برضو بيكون فيها زفارة البيت والطبقة الاخيرة دي اللي بزين فيها الشكل النهائي كله. آآ هنا هبتدي اعمل معاكم الكريمة والكريمة عندي هنا كوباية من المية البردة اللي هي فيها تلج عشان احنا في الصيف. عليهم معلقتين من اللبن البودر عليهم معلقتين من السكر آآ الحبيبات العادي بدوبهم بالشكل ده. وهبتدي اضيف عندي الكريمة. كده احنا ماشيين خطوة الكيك الكريمة العادية خالص. بس هنشوف دلوقتي هنخلي طعمة الكريمة بتاعة الريد بيلفت في حتة تانية خالص. طعمها جميل جدا جدا. بعد ما ضربت عندي هنا الكريمة شايفين الكوام هبتدي اضيف الاضافة اللي بتخلي طعمة الكريمة بتاعتي تحفق. دي جبنة كريمي بتعم القشطة. آآ زي الجبنة الكريمة اللي بنستعملها للسينبون وكمان للشيز كيك. انا ضفت عندي هنا تقريبا متين جرام من آآ الجبنة الكريمة. ربطوهم مع الكريمة ضربة كويسة والكوام ما شاء الله جميل جدا معي. جبت قاعدة عندي هنا مقاس ستة وعشرين. وابتديت اثبت اول طبقة من الكيك زي العادي جدا في طبقات الكيك اللي بنشتغل فيها. وابتديت احط عندي آآ اول طبقة من الكيك. وابتدي احط عندي الكريمة. الموضوع بقى اللي هنا اللي هقولوكو عليه ان انا حطيت تب في الكيس علشان خاطر كنت كان في ديزاين في دماغي كنت عايز اعمله. بس آآ اغلطت غلطة عايز اقولوكو عليها. لو حابين تعملوا الدزاين اللي هو الطبقات وطبقات الكريمة تكون باينة فيها روزيتات شكلها حلوة كده. الطبقة التالتة اللي هي بفوق هي اللي انا حطيتها في النص دي دلوقتي. الطبقة اللي في النص هي اللي هحطها فوق. يعني تتخيلوا انا آآ اول طبقة اللي هي القعدة انا حطيتها تحت. تاني طبقة المفروض ان انا آآ احطها فوقيها مباشر. لا انا حطيتها في الطبقة التالتة. يعني الطبقة اللي انا بحط عليها كريمة دي هي الطبقة الاخيرة اللي كانت فوق. فكده الشكل راح معي تماما. يعني انا كنت عايزة اخلي طبقات الكيك وروزيتات الكريمة تكون باينة بالشكل اللي احنا شفناه. علشان كده استعملت التب. بس للأسف يعني نسيت خطوة ان الطبقة التالتة اللي فوق بتكون صغيرة شوية او ملمومة شوية عن الطبقتين اللي تحت. فلزلك انا سبت خلاص الطبقة اللي فوق. بس شلت الزوايد اللي طلع منها بالشكل ده. يعني جوانب بس الكيك حاجة بسيطة. وهبتدي اجلسها. بس عايز اقول لك الديزاين ده شكله حلو جدا وعجبني جدا جدا. كان نفس ان انا عمله. بس ان شاء الله هعمله لكم في فيديو تاني بازن الله. علشان لو حابين تشوفوا الفكرة عملي. هو الديزاين شكله حلو جدا. اللي هي طبقات الكيك تكون بينها الطبقات الكريمة. الشكل الروزيتات كده على شكل وردات. علشان كده استعملت التب زي ما قلت. كانت الفكرة حلوة جدا. وكان نفسي قوي ان هي تكمل. بس الخطأ اللي انا واعتي فيه. فلازم اقوله لكم ان انا حطيت الطبقات اه مش بالترتيب. هنا الطبقة الاخيرة اللي هي التالتة انا ببتدي احطها في مصفة بالشكل ده عشان تبقى نعمة معي. آآ وابتدي ازين بيها او اغلف بيها الكيك الريد فيلفت. ده الشكل المعتاد المتعرف عليه. شوية الكريمة اللي باقية معي في البولة. هبتدي آآ قدي طبقة من فوق خفيفة وكمان الجوانب. انا هنا مش محتاجة بقى تجليس مظبوط وشكل احترافي. انا هنا هغطيها بآآ فتاة الكيك الريد فيلفت اللي انا نزلته في المصفة دلوقتي. وهنشوف كمان دلوقتي آآ شوية آآ كريمة. انا هكدت حطاهم في الكيس عشان هنعمل بيهم الرزيتات اللي كانت فوق. زي ما احنا شايفين بلف القعدة وببتدي انزل عندي او ارش الكيك نفسه اللي انا نزلته في المصفة على الجوانب. هو ده الشكل الطبيعي بتاع كيكة الريد فيلبيت. هي ما بتكونش متغلفة مية في المية باللون الاحمر على الجوانب اللي هي فتاة الكيك اللي احنا آآ نزلناه في المصفة. هي بتكون جزء كده مشبح ابيض مع احمر شكلها بيكون لطيف جدا. آآ بعد كده بنزل الكيك الزيادة اللي على البورد على الطبق نفسه والشكل النهائي من فوق. قلت خلاص يعني بعد ما يقاست من الشكل الاولاني او الدزاين اللي كنت انا عايز اعمله. آآ قلت خلاص الجزء اللي فوق ده هقسمه نصين. آآ نص هحط عليه شوية من الكيك الريد فيلفت يبقى شكله حل. والجزء التاني هبتدي ازينه به رزيتات من الكريمة زي ما احنا شايفين بالتب اللي هو النجمة المفتوحة. ده شكل لطيف جدا وجميل. آآ كمان الطبقة الاخيرة من الكيك اللي انا آآ نزلتها في المصفة. قبل ما نزلها على المصفة واخليها نعمة. ابتديت اجيب القطاعة اللي هي الوردة اللي عندي او قلب لو حبه. آآ وابتديت ااخد وردات شكلها لطيف كده عشان ازين بيها الكيك بالشكل ده. ممكن الجزء الاحمر ده نبتدي نكتب عليه اهداء ده وحبين. واتمنى ان شاء الله تجربوا الكيكة دي طعمها في حتة تانية خالص. كيك نفسه طعمه لذيذي الكريمة رهيبة. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكيك نوفا. أسيبكم في رعاية اللي انتظروني في فيديوهات جديدة وجميلة. باي باي.